تثنية 18 من آية 15 يقول كده الرب ويقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حريب يوم الاجتماع قائلا لا أعود أسمع صوت الرب إلهي ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا لألا أموت قال لي الرب قد أحسنوا فيما تكلموا وبعدين ييجي في آية 18 أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به فإذا الآيات واضحة سواء الآية 15 أو الآية 18 الغرض من هذه الحلقة قسيس عزة نلقي الضوء على هذا الموضوع لأنه فعلا في كتير ناس بتتساءل عن من يتكلم مثلا أحباءنا المسلمين يقولون أن هذه نبوة عن محمد وطبعا نحن نقول الكتاب المقدس فيه فكر خاص فيه فكر إلهي اللي بيصير بتناغم بانسجام من أول الصفحات إلى آخر صفحات الكتاب المقدس ونحن لا نريد أن نخفي حقيقة لنجامل على حساب الحق الكتابي لكن نريد أنه نبرز هذه الكلمات حتى نتعرف ويكون من خلال هذه الآيات كمان بركة مش بس بركة لحياتنا كمان تغيير فينا وفي داخلنا طبعا